السلام عليكم ونحن الله وبركاته ويا رب تكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل المتابعين القناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب بالنسبة لي موضوع الاسم المعرف للقناة وصالتني اسئلة كتير جدا بخصوص موضوع التحديث الجديد اللي هو اسم معرف للقناة ايه فايدته وكمان هل انا معنى كده ان انا لازم اغير اسم قناتي طيب هيكون فيه رابط مخصص لقناتي الرابط هيكون شكله مختلف طيب هل الرابط القديمة بتاعت قناتي هل متوصلش القناتي اشياء كتير جدا طبعوا معي الفيديو بداية كده بالنسبة لموضوع اسم المعرف ده يا جماعة انا مثلا دلوقتي قناتي اسمها العلم والتكنولوجيا طيب انا لما حد يبحث عن قناتي بيظهر له اكتر من قناة بنفس الاسم وبالتالي ممكن يدخل على القناة دي على القناة دي ممكن ما يعرفش يوصل اصل لقناتي فاسم القناة ليس له علاقة باسم المعرف اسم المعرف ده هيكون ات كزا ده هيكون اسم لك انت فقط يعني على منصة اليوتيوب كلها في كل اسم هيكون منفصل عن التاني هيكون مختلف عن التاني ماينفحش ان انا اعمل اسم معرف لقناتي ويكون شبيه لاسم تاني حتى لو انا جا تعمله يقولك ان انت في الاسم ده مستخدم من قبل وبالتالي انت هيكون لك اسم معرف لقناتك مفيش حد يستخدمه قبل كده خالص على منصة اليوتيوب واسم المعرف ده مش شرط ان هو يكون اصلا بنفس اسم القناة انا اسم العلم والتكنولوجيا ادخلوا كده على قناتي العلم والتكنولوجيا انا عملت اسمه مخصص او اسمه معرف لقناتي اسمه مهني سليمان باسمي انا بالانجليزي طبعا تمام كده باسمي انا عادي جدا مابش اي مشكلة بحيث ان انا لما حد بيقول يبحث عن قناتك ازاي يعني اي شي زي كده بقوله والله اكتبت مثلا في البحث كذا بقوله الاسم اللي هو بتاع اسم المعرف زي بالضبط كده تويتر لو انت دخلته على تويتر هتلاو اي حد جنبي منه كده او تحت الاكاونت بتاعه تحت اسمه اسم البروفيل بتاعه هتلاو فيه ات كده كذا ات اس اس دي ما اعرفش ايه ات كذا فبيكون اسمه معرف ده هيكون مخصص لك انت لوحدك ففايدته هو الوصول لقناتك بسرعة لان انا لما ابحث عن قناتك باسم المعرف بتاعك مش هيظهر لي اي اسم تاني او اي قناة تانية غير فقط قناتك انت بس الناس بقى بتسأل تقولك ايه فايدته اعمل بايه يعني الاسم ده هيفيدني بايه ما وحنا مشكلة ان احنا بنركز فقط على ايه زيادة المشاهدات ازيه تحصل على ارباح ازيه تحصل على المشتركين فقط اي ميزة جديدة او ايه حية جديدة هي ديت للمشاهدات والمشتركين لا خلاص مش عايزينها عرائي الهنود خلي ولي يا جماعة في حاجات تستخدمها كويسة انا مثلا دلوقتي لو فكرت ان انا اعمل بيزنس كارد اللي هو كارت شخصي كده ليا اه فالكارت ده مثلا بحط في اسمي واميلي وبحط في حاجاتي تمام كده كدعاية ليا مثلا احط اسم المعرف بتاع قناتي اقول اسم المعرف بتاع قناتي كزا بحيث ان ده يوصل على طول مش ان حد يدخل يبحث عن علم والتكنولوجيا ليا اكتر من قناة من نفس الاسم لا ده هو هيوصل على طول مباشرة للقناة من خلال اسم المعرف وزي ما قلتلكم اسم المعرف يكون مختلف عن اسم القناة ما بيش اي مشكلة خالص لو انت عامل اه رابط مخصص قبل كده القناتك يعني رابط مخصص يعني رابط مخصص ده يعني انت مثلا قناتك بدل ما يكون فيه رابط كبير كده لأ بيكون مثلا ايه? يوتيوب دوت كوم سلاش مثلا ماهني سليمان يوتيوب دوت CS هندد يوتيوب دوت كوم سلاش كزا فانت لما بتيجي تعمل لما بتضغط على الرسالة اللي قتلك على الاميل وبتختار اللي هو اه يعني اسم معرف للقناة بيقولك ان تم يعني اه يعني هو اختر crater اسم معرف بناء على الرابط المخصص بتاعك. انت بناء على الاسم الموجود. لو انت حابب تغير وتقدر بتغير وفيش اي مشكلة خالص. طيب لو انت مش عامل اسم اه مش عامل رابط مخصص لقناتك هو بيختار لك تلقائي وتبدأ ان انت تتغيره عادي خالص من خلال الرسالة اللي جات لك على الايميل وكمان على فكرة موجودة جوه التخصيص في قناتك لو انت دخلت على قناتك في ميزة اسمها التخصيص في اه جوجل كوروم هتلاقي كده اللي هو الرابط المخصص لو انت مش عامل رابط اي شي هتلاقي كمان موجودة عندك اسم المعرف ظهر حاليا يعني ظهر حاليا انا شفته على قناتي عندي موجود في ميزة التخصيص تمام كده فاعملوها مش تخسروا حاجة يعني ولو انت ما ظهرتش عندك في او ما وصلكش رسالة على الايميل اولا اول حاجة مهمة لازم ان انت تتأكد ان انت اصلا بيصلك رسائل من اليوتيوب على الايميل ومن جوجل ومن جوجل ادسانس ولو انت يعني اي حساب عندك يوصلك رسائل منهم فعندنا فيديو على القناة ازاي ان انت يعني تخلي الرسائل توصلك على الايميل طيب اوكي انت الرسائل عندك بتوصل لك على الايميل لكن ما جالكش رسالة بموضوع اسم المعرف كويس جدا كويس جدا طيب انت سيبها تلقائي هتبدأ انها تظهر لوحدها تلقائي عندك في قناتك وهجي لك في ميزة التخصيص عندك في القناة عند في ميزة التخصيص كده في قناتك هتلاقي موجودة اسم المعرف كذا كذا تمام كده فبعدها هتبدأ ان انت هتعدي الوعدي خالص يقدر تغيره باش اي مشكلة ولكن طبعا انت تلحق نفسك واختار اسم لقناتك او اسم لحسابك علشان خاطر لما ممكن تيجي تختار اسم دولتي مسلا انا عايز اكتب اسم قناتي مسلا محمد اسم المعرف محمد ممكن محمد ده يكون مليون واحد يستخدمه دول وقت فانت تلحق بسرعة انك تختار اسم عشان تختار اسم بمزاجك انت ببقاش انه كل ما تختار اسم يقول لك والله تم يعني ايه تستيكين يعني او مستخدم فمن ازاي تحياتي لكم وموضوع اللي هو اسم معرف لقناتك ازاي تعملوا الكلام ده كله ازاي معكم في شاشة النهاية وهيكون موجود في التعليق المثبت وصف الفيديو واي حاجة من اللي انا بقولها ديت انتم مش مش وصلا لكم يعني اكتبوا لي في التعليقات ولا اضح لكم فيديو بس حبيت اروح كده عن الموضوع ده سريعا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته